دعا عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة منصور عباس في حديث له عبر برنامج حوار الساعة دعا مركبات القائمة المشتركة إلى بلورة خطة محكمة تشمل حراكا وتأثيرا وذات رؤية واضحة في البلاد للقائمة المشتركة الهدف أننا نريد قائمة مشتركة قادرة على خدمة المجتمع العربي وليس فقط تكتفي بالمواقف وبالشعرات وبالخطبات الرناني حتى يكون هذا الأمر يجب أن نموضع أنفسنا في مكان نستطيع من خلاله أن نشرف على كل المنظومة السياسية الإسرائيلية نراها بكل تحولاتها بكل الفرص الموجودة فيها وبكل المخاطر في التعامل معها يا سيدي ونتحرك من هذا الأمر هكذا نحن نكتسب أوراق ضغط بالإضافة لدعم شعبنا ومجتمعنا يعني العبرة ليس فقط في أنك تأخذ 15 أو 16 أو 14 أو 10 العبرة أنه كيف تتحرك ممكن عندك جيش كبير ولكن يؤزم لأن الخطة التي يتحرك بها في أرض المعركة سيئة فدعونا ننضج خطة تكون محكمة تكون يعني فيها حراك فيها تأثير على كل الأطراف نحكي معي الكل أن نحاور نأتي برؤية واضحة ما الذي نريده تحديدا وأشار عباس إلى أن صفقة القرن التي طرحها ترامب قد انتهت مع رحيل ترامب عن الحكم مضيفا في هذا السياق أن موقف القيادة الفلسطينية كان واضحا في رده على هذه الصفقة عندما قطع رئيس الفلسطيني محمود عباس العلاقات مع الإدارة الأمريكية ووقف في وجه ترامب عندما رأى أن هذه الصفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية واضح تماما أن القيادة الفلسطينية الرئيس أبو مازن عندما قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية ترامب ليس أي رئيس رئيس شعبوي رئيس يعني يهدد كثيرا بالقوة ويعني إله سطوي كان في العالم وشفنا كيف يتحدث مع كل زعماء العالم من الصين لروسيا للملوك العربي فلا وقف في وجهه رغم أنه في بداية الطريق حاول أنه يستثمر تحدث عن صفقة طيب إحنا جاهزين ممكن نعمل صفقة نحل فيها القضية الفلسطينية ولكن ليس بهذه الطريقة ولكن ليس بهذا لما نشاف الرئيس أنه هذا مخذنا على مكان لتصفية القضية الفلسطينية فقط في وجهه كما وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية تحاول موضعات نفسها وتدرس الوضع العالمي والإقليمي الجيد خاصة بأن التحالفات أصبحت أمرا واقعا بحيث تعمل القيادة الفلسطينية على لملمة الصف العربي بحراك فلسطيني واضح وصريح وقوي مضيفا أنه من هذا الباب يأتي إعادة السفراء إلى الإمارات والبحرين القيادة الفلسطينية إذا ذهبت في اتجاه موضع جديدة استراتيجية سياسية جديدة تستوعب فيها أولا التغييرات الدولية وهذا جيد يعني فيه رسائل بعثات للعالم وأيضا تحاول أن تلملم الصف العربي يعني الصف العربي الدول العربية تبعثرت الآن بحاجة اللي من يخوده من جديد أنا في اعتقادي بحراك فلسطيني واضح وصريح وقوي ومن هنا أعتقد أنه من هذه الزاوية إعادة السفراء إلى الإمارات وإلى البحرين تستطيع القيادة الفلسطينية أن تمارس دور في لملمة الصف العربي في نهاية الأمر لصالح قضيتنا الفلسطيني أنا قلتها بصراحة من بر الكنيسة وفي اللقاءات نعم نحن نريد أن نمارس دور من أجل أن نصل إلى تسوية سياسية يعني يكون جوهرها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال إنا مش مفروض نظلنا وهذا لأنا أقوله مرة أخرى صح مطلوب مننا أننا نظاهر من صفقة القرين ومطلوب مننا أن الأسير المضرب عن الطعام مهر الأخرس وغيره من الأسرة ننصر قضية الأسرة ولكن في نهاية الأمر في قضية جوهرية لا ندور فيها لا يستطيع أحد أن يؤثر كما نحن نستطيع أن نؤثر إحنا يا أخي مليون ونصف فلسطيني عربي فلسطيني هويتنا واضحة اليوم نقولها من على منبر القنسة والعلم ورانا ويرجع لخطباتي أنا عربي فلسطيني